هذا ما أريد أن أقول أحبائي بما أنه الوقت أزف الأسبوع القادم بنعمة الرب راح أتكلم عن الحرية اللي الكل بنادي وبتغنى في هذه الحرية ولكن أريد أن أقول في الختام أحبائي لربما أنت مخدوع من ناحية الدينية وتتستر بستار التدين ومظاهر التدين الخارجي الحق هو اللي بيكشف والنور هو اللي بيطلع كل الأمور إلى النور فاليوم أحبائي وأنت بتسمع الكلمة هل فعلا عم تسلك بالحق؟ هل حياتك فيها استقامة؟ هل عايش خدعة؟ هل عايش في مظاهر تدين؟ ولا في من جوه جروح وخطايا وماضي أثيم؟ تعرف حبائي مكتوب الحق يحرر والحق أيضا يخلص والحق يأتي بنا إلى يسوع المسيح شو رايك تيجي إلى يسوع؟ كل ما عليك تقوله يا رب ارحمني ارحمني أنا الخاطئ أنا باعترف بخطيتي باعترف بفسادة باعترف في الظلمتي باعترف في كل الماضي في كل إثم باعترف يا رب أنا بتوب اليوم سامحني على كل خطيه طاهرني من كل إثم صليها قل له اغسلني بدمك الكريم صلي قل له يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم وبسلمك حياتي حتى تكون مخلصة وربي وملكي وسيدي أعزائي إذا صليت من قلبك الرب قبلك لأنه بحبك وبحب أسمع منك